رسم تقرير منظمة العفو الدولي السنوي صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم بفعل الصراعات المتفاقمة وشبه انهيار القانون الدولي واستفحال أزمة المناخ وتطرق التقرير في فقرات متعددة إلى ما يجري في العراق فيما يخص سياسة الإفلات من العقاب التي باتت منهجية تحكم واقع الحال في البلاد بسبب هيمنة الميليشيات حيث لم تتخذ السلطات أي خطوات جادة لمحاسبة مرتكدي أعمال العنف تجاه متظاهري تشرين مشيرا إلى أن مئات الأشخاص قتلوا وتعرض آلاف غيرهم لإصابات خطيرة على يد الميليشيات التي تقوم بترهيب أقارب الناشطين الذين اختطفوا أو قتلوا كما أشار التقرير إلى عمليات الإخفاء القسرية التي مارستها تلك الميليشيات تجاه سكان المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد داعش حيث بقي مصير آلاف العراقيين مجهولا مشيرة في هذا الصدد إلى أن تقرير لجنة الصليب الأحمر الدولية الذي أشار إلى أن عدد المغيبين قسرا في العراق يربو على المليون شخص أما فيما يتعلق بحرية التعبير فقد أكد تقرير منظمة العفو الدولية أن السلطات الحكومية في العراق نفذت سلسلة اعتداءات على هذا الحق عن طريق قوانين توظفها بطريقة انتقائية بينما يقبع العديد من معتقل الرأي وراء القطبان لفترات طويلة دون أن توجه لبعضهم أي تهمة تقرير العفو الدولية تحدث أيضا عن ملف النازحين لافتا إلى أن أكثر من مليون عراقي نازح لا يزالون يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر لا سيما بعد قرار الحكومة إغلاق مخيمات النزوح دون إنذار مسبق أو تنسيق مع جهات الإغاثة الإنسانية وهي تخطط لإغلاق المخيمات الوحيدة المتبقية في كردستان العراق وعشار التقرير إلى أن انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الأول الماضي شهدت مقاطعة كبيرة بسبب اللامبالات التي أظهرها العراقيون تجاه العملية السياسية وعدم الثقة بالسلطات وهو ما بدأ أمرا مفهوما في ظل ما عاشه العراقيون من تدهور وانحطاط على يد الحكومات التي تعاقبت منذ الغزو الأمريكي للبلاد